وصل البحار المصريون العشرون الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية كانت توجيهات رئاسية للجهات المعنية قد ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحار المصريين باليمن وعلى إعادتهم للوطن سالمين وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحار بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم